موسيقى 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 لتعرف فقط في هذه البحيرة أو هذه المنتزة الإيريقي كانت سنوات يعني قبل 50 سنة وكانت يعني الحياة في هذه المنطقة كان الرحل كان كان بزاف انواع الحيوانات انواع الطيور وانواع الاسماك للأسف شديد كان كان تم تشيد سد المنصور الدهبي بمنطقة بمدينة ورزازات من بعد بداء ينقص ينقص موسيقى موسيقى هذا دوار الزاوج سيدة عبدنبي تقريبا 8-10 كم كان الناس ساكنين على البحيرة الإيريقي كانوا يصيدوا الحوت وطيور كيف يصيدوا يعني الناس عايشين من هذه المنطقة هذه زد على ذلك كانت المنطقة كانوا بزاف العيون في الجبل الناس ليسوا بحاجة كيف يصيدوا من الأبار في ذلك الفترة لم يكنوا أبار لم يكنوا البيار كانوا عيون سواقي وكانوا ساكنين مستقرين في هذه المنطقة كانوا الرحالة لأن الناس لديهم الكثيبة كانت غنم كينين جمال من بعد من بعد تقلب كل شيء نهارة تشيد السد المنصور الدهبي في ورزازات بدأت رجع الحياة في هذه المنطقة الإيريقي رجعت اللور إلى أن جفت بمرة ومشاو الناس بدأوا الروح كي يشوف حالهم باللغة الذي فقدوا أمل في هذا المنطقة تبعا إلى سنوات الجفاف ومشاو الناس هاجرو الكثير من في دوار ومستقرين في زاود السيدع عبد النبي مع تبعا وفي تم الناس هاجرت ومشاو الزاقورة ومراكش ولكالكادير كثير من المنطقة في الرباط وفي الضار البيضا يعني في بزاف. من بعد كين مبادرات. كين مبادرات الارجاع هاد البحيرة دي الاريقي. كانت واحد منظمة المانية سنة الف وتسعمية وواحد وتسعين. قاموا بواحد واحد المبادرة باش يرجعوا هاد البحيرة دي الاريقي. بدو يعني بدك الارجاع دي الاريقي. بدو الاشغال دي الهم باش يقلبوا المجرى دي الواد درعة. باش يعمر هاد البحيرة دي الاريقي. في ديك الفترة بالضبط. هاد شي في سنة الف وتسعمية وواحد وتسعين. ديك الفترة بالضبط. كانت اشتاك كثيرة. كانت التساقطات بزاف في المنطقة ديال في الاطلس في المناطق ديال زاقورة يعني على طول والضرعة. اه يعني جا جا الواد جا بواحد الكمية كبيرة كبيرة. لو لا الالطف كان غادي يدوك العمال كاملة كان غادي غادي يمشو هباء ديال متاريا الكاملة كان واحد تدخل ديال ديال السلطات بواحد الهليكوبتير في الف وتسعمية وواحد وتسعين. اه دوك العمال ديركت لمدينة ورززت. من ديك الفترة ما بقاش ديك المنظمة نقاط عمرها عودت عودت دارتشي محاولة الى سنة الفين واتمنطعش. يعني الفين واتمنطعش كانت واحد المبادرات ديال باحد الدول الاوروبية من هانيتا المانيا وفرنسا واسبانيا وابلجيكا وهولندا. يعني هالدول هادو بشاركة مع مع المغرب. مع الدولة ديالنا. اه اه قاموا بدراسات ارجاع بحارة اريقي. واحد من واحد الواد اللي هو واد في مزقيد. واد في مزقيد اللي كعرفو الجامع انه حتى هو كيجيب في الفترة فاش كتكون تساقطات كيجيب واحد الكيمية كبيرة. ما كانت تستاغل. لا في سد لا ما كان حتى شي سد في هاد المناطق. حتى شي حاجة. ولكن تغيير يعني الدراسة اللي دارو بشار جعو الواد ديال في مزقيد البحارة الريقي هي واحد واحد دراسة ناجحة مية في المية. سنة الفين واتمنطعش كيما قلنا كانوا توالي دراسات اه كانت لجنة كتجي اه دارو الدراسات يعني مصلوا بعد لما راحي النهائية لهاد المشروع ديال الريقي. ولكن من بعد جات كورونا لحد الساعة ما بقاش حد كيهضر على هاد البحارة ديال الريقي. ايدان وكيما كتلاحظوا معنا اه هاوما كتبان رملية. هاوما في هاد الاتجاه هاد كين الكتبان رملية كين المخيمات. مخيمات سياحية. اه واحد كان نوجه هاد الناس اللي بغي زوروا المنطقة مرحبا بيهم. المنطقة ديال الفمزقيد هي اقرب منطقة لهاد هاد البحارة ديال الريقي. يعني تجي احت الفمزقيد كين رحلات عبر كين نورغانيزوا رحلات عبر الكات كات يعني سيارة الدفع الرباعي. السياح وبلس سياح الناس المغاربة الناس اللي بواكتشفوا الجمالية ديال المنطقة و بحارة اي رقي كيفاش اه المؤهلة ديالها ودك شي مهم ها انتم ما كتشوفوها لما هو تبارك الله. نزيدكم ان هاد المنطقة كي ما قلنا فيها واحد المساحة ديال كتغطي واحد المساحة ديال خمسين كيلومتر مربعة فاش كانت البحيرة مملؤة عن اخيرها. والحدود ديالها جانوبا هو المصب ديال والدرعة والحدود الجزائرية في هدا في الجانوب ديالها. الشرق ديالها عرق المهازين والكتبان الرملية شمالا اه دوار سيدي عبد النبي. والغرب ديالها غروبا كان واحد الجبل اسمه تول مدوار الصغير. هادي هي المنطقة. ونتمنى ان شاء الله واحد ليلتيفاتة لهذا المنطقة هادي بحكم ان ان الناس كيعيشوا واحد واحد العزلة اه لا طريق معبدة يعني خس كيلابو يتجي لهذا البحيرة هادي سبعين كيلومتر ديالها بيست يعني طريق غير معبدة وفيها بلايس واعرين بزاف. انتمنى من السلطات ومن الناس المسؤولين واحد الالتيفاتة لهذا المنطقة هادي راكات متاز بواحد بزاف ديال عندها بزاف ديال مؤهلات فلاحية وسياحية وبزاف ديال ديال مسائل. انتمنوا ان ان المسؤولين ياخدوا هاد هاد الشي بعيد الاعتبار. ويعبدوا الطريق ديال هاد المنطقة هادي يربطوا اه يربطوا الطريق لهذا المنطقة هادي اه باش حتى الناس حتى الناس يبقاوا في المنطقة ما يهاجروا ما ما يبقاوش تكون هاد الهجرة هادي القاروية لمدون الى غير ذلك. وشكرا شكرا للجميع ونهاركم مبروك ومرحبا قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الاعجاب.